الوقت كتير مهان بالفان في كل مراحل حياتي دائما عندي مواد جديدة استعملها أول شي كنت استعمل قلم الخشب الباستيل الصغير اللي هو علبة الباستيل اللي بيعطوها لأولاد الصوف الابتدائية هاي استعملتها وبعدين قلم رصاص وبعدين استعملت الخشب مواد الخشب وبعدين الأكوريل وبعدين وقت فتنا على الجامعة فتنا بمروحة كبيرة من المواد منها القواش الحفر الزيت الموضلاج الطين والنحف في الأخير كل مرحلة كانت نسبني ميدي معينة في مرحلة معينة نسبني الأكريليك في مرحلة نسبتني صوف نسبني صوف باستيل بعدين مرحلة عشرة سنين أويل باستيل وبعدين الفحم والحفر على الخشب بالأخير وكمان في الحفر على الزنك وعلى النحاس والنحط على الحجر كمان كل مواد هايدي ليز متو الفنان لحتى يشوف جرب جرب باية مادة بيلاقي حال أهمية الخشب إنه عدة شغلات أول الشي عندك الصوت عندك الصوت عندك الريحة ريحة الخشب عندك المادة اللمس تمسكيها ميت اللوحة الحفرية إنه تخلي الواحد يشغل عضلاته مش أفكاره الإنسان بشغل كتير فكره بيطعب يعني اللوحة فيها أفكار كتير تبقى مادة زيتية واللوحة فيها بعد هوني مباشرة وفيها ثقل وفيها بتلهى الواحد بصعوبة العمل صعوبة العمل بتخليه يغوص فيه ينسى كتير ينسى حاله موسيقى الضوء موسيقى موسيقى انتو خشب حار ونحنا للخشب من شار بيقول فخر الدين بقصيدته ، ، ، ، ، ، هل تفتح؟ هل تفتح؟ لا، أنا أخلاف، أنا أخلاف أخلاف؟ أخلاف؟ لا